ريا هالكلام اللي سمعته شو ماناته موسيقى شو السر اللي بعناتكم و بدك تخبيعني شو هو شو موسيقى انت شو هالشي الخاص اللي لازم يضل بينك وبين مرتي و ما اعرفه يلا جاوبني شو هالسر مين انت يا حقير فهمني مين بتكون له ميران اهدا بترجعك اهدا شوي نعم اهدا ميران نحن راك ما في شي بيج معك بمرتي ولا تقول نحن لا تقول ما في شي بيج معك بمرتي ولا تقول نحن و انت ما بيحقلك حتى تذكر اسم مرتي بنفس الجملة اللي عم تحكيه فهمت عليه ولا لا ميران ميران هلا خبرني بسرعة شو هالسرية اللي عم تخبوه عني ميران 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 كيف اها.. هذا السؤال اللي عم بسأله شو عم تسوي هون انا ما عم بلحق حدا وما بعرف ليش رايان هون اجيت لأاخد مفاتيحي مفاتيحك ولك انت اساسة لخولاك شغل بهذا البيت هي يلا جاوب اخي ازات أحكي لا شوف هاد起來 بس لما شفت اني غلطان قررت اني بيعو ما كام بد يطلع مثل المجنون قدامكن أساساً أنتوا فهمتوني غلط لما شفتوا الصور جيت لحتى أخذ المفاتيح الاحتياطية ولوح بس لأسف إما سكت ما بعرف ليش رايان هون الظاهر شافتني وحبت تعرف شو عم ساويهم لا تواخذيني إذا خوفتك وأنا بعتذر منك لا تصدقوا هاد عم يكذب أنا شفتهم بعيوني هن الاتنين فعتوا مع بعضهم عالبيت لما أنا شفتهم عم بيفوت بسر الحدن أنا حاولت فوته بسرع عم يشام ما أنمسك ما كنت بعرف إنه في حدا وراي يمكن يارين فهمت الموضوع غلط يارين شو رأيك بلا ما ندخل بهالقصة؟ أصلاً حكى كل شي أنت فهماني الموضوع غلط بلا ما تسكبي الزيت عن نار وتشعلية أكتر لا أنا شفتهم مع بعض يارين خلص بكفي بنتي سكتي هارون يلا خد مرتك وروحوا على الأصر روح امشي يلا يلا روحوا يعني أنت اشتريت هالبيت لتراقبنا وتشوف إذا كنا عائلتك ولا لا؟ أنا آسف بس أمر صغير بيخلي الإنسان يساوي كل شي لا توخزوني ما عاد أطلع قدامكم أصلاً أنت أنقصت حياتي وتشكرتك قدام الكلع مساعدتك إني وصرت مديون لإلك بس هالموقف اللي حطيتنا فيه ما نوحلو أبداً أهزاد معه حق طلع فيني أي غلط بيصير هون بيظل ينحكى فيه وما منخلص من لسان العالم معكم حق ياريت لو كان فيني يخبركم من البداية بس للأسف ما قدرت أخي إهناشي ما راح أقصين بيك نحنا حكينا يلي عنا وإنت فهمت يلي لازم تفهم ومأه؟ فهمت أهزار بيك يلا لكان يلا بنتي امشوا حكيتي معهم؟ طيب شو قلتيلو؟ قلتلهم متل ما أنتي طلبتيني أكيد استغربتي لأني اتصلت فيكي بعد كلها سنين ما هيك؟ وهلأ أسمعيني منيخ يا آي أنتي راح أتساوي يلي راح أطلبه منك مشان أولادك ساويت يلي طلبتي مني وقلتلهم متل ما قلتلي هلأ أتركينا بحالنا أنتي ساويت يلي عليكي راح تكوني بأمان إذا ما حكيتي ما بينقذى حدا من عائلتك بس إذا حكيتي بتعرفي شو راح أساوي هلأ ما حدا راح يقدر يسبك إنه ميران ابن هذا عرشاد أقلو بس لحتى أنقذ أحفادي من هالبير اللي وقف فيه عزيزة خانم كنت متأكدة إنك راح تجي لك هاي شو عم تساوي هون كمان؟ أهلين وسهلين رايان خبروني إنه بدك تشوفيني يا عزيزة خانم خير إن شاء الله شو مشكلتك؟ بدي أحكي معيك بخصوص ميران أنا وميران اتطلقنا وخلص لسه شو بدك مني كمان؟ لازم تتجوزوا شو؟ أنت منتبهى على اللي عم تحكيه ستي؟ أنا عم أحكي مع رايان وما عم أحكي معي القنول خدي بنتك عغرفتها سلطنة يلا امشي يا بنتي أنا معني رايحة على مكان إذا في حدا المفروض يروح فهو هي يلا نلعي من بيتي لزمي حدودك؟ مين أنت لتقلعيها من هون؟ أنا عم قلع هالغبية اللي استغلتها مشان انتقامك نلعي من هون قنول أنت ما عندك حياة أبدا؟ عم بتصرخي وتقولي هالشي بوقاحة؟ معناها أنت ما عندك ولا زرة أخلاق لا تحكو عن الخيانة يلي ساويتوها فيني بس ما بيستغرب هالشي منك جونول لأنك حفيدتها لهالمرأة إيه؟ زدتوها لبقر عم قلعي أبدا هاي بتكون ضيفتي أصحكت قربي منا ولا تخليني أقول هالحكي مرة تانية هي العزة بتروح منه البيت مفهوم؟ ما رح تروح يا جونول بعد هي دفعني لا تلمسيني ريان شو عم يصير هون؟ ما في شي كنا عم نحكي أنت منيحة؟ منيحة أنت ما قالك أي حكي مع ريان أحكي معي أنا قال ستك بدي أنا نتزوّج ايه مظبوط بعرف أنكم ما بتقدرت بعده عن بعض وأنكم طول الوقت عم تلتقوا بالسر أنتو الاتنين ما تخليتوا عن حبكن لحظة بس انفصلتوا بسبب هاي العداوة أنا رح أعطيكن هالفرصة من اليوم ورايح ما عد تعرض حياتك للخطر ولا ريان كمان نصوح ما قبل الصلاح بس أنا موافقة أنكم ترجعوا بتجوزوا مشان ما أكون أنا يلي فرقتكم أخذ زوجتك وجيبها على بيتها بعرس كبير بعتقدها ده أفضل شي بنقدر نساوي هلا شو لعبتك اللي جديدة؟ عم تظلمني بها الاتحام أنا حكيت معك وإنت قلت لي طب عارف منيح شو قلت ليك قلت ليك أنا ما تخليت عن حبي بس ما عد عيشوا معك تحت هاد السف هالموضوع تسكر يلا ريان معقولة تضحي بحبك بس كر مالكر هيك اللي؟ أنتي ما عاد إلك أي حكم علينا عزيزة خانو أنا ما بفرط بحبي مشاني ولا حتى بشعره واحدة وقعت من راسي غير هيك إذا كنا رح نتزوج بشي يومي هاد رح يصير برغبتنا مو برغبة حدا تاني رح تجني لأنك ما عم تقدري تدخلي بحياتنا بس الأفضل تتعودي على هالشي لأنه هيك الوضع رح يكون دايما أنتي لوين بدك توصل؟ أنا بدي إياك تفهم نحنا اطلقنا يا ميران نحنا هداك اليوم اطلقنا بالمحكمة وانتهينا انتهينا؟ هاد كلامك الأخير؟ يعني اطلقنا مو هيك؟ اي مظبوط رح هلأ واسحك تجي لهون مرة تاني يعني بدك يا أنا نفترق ولا تعطيني أي فرصة؟ هاد اللي بدك تقولي؟ نحنا مالنا أي طريق مع بعض من لما ماتوا أهلك واد ما حاولنا ما فينا نغير القدر ومشان نحنا نكون مبسوطين أنا ما فيني اسمح أنه عائلتي وكل ياللي بحبه نتعذبه أكتر من هيك ما عاد فيه شي اسمه نحنا طيب ليش ما حكيتي هاد الحكي بالمحكمة؟ ها؟ ليش قلتي للقاضي أنه فيه سوق تفاهم؟ أنتي ليش استنيتي طول هالوقت وهلأ جاية تقليلي هالشيه؟ وينو؟ ها؟ وينو الوطي ميران؟ شو ميران يا عمي؟ آه يعني كان هون وطلع ليستناكي برة هلأ ميران كان هون؟ يلا أحكي لكن يا بتقولي الحقيقة يا أما رح أطلع وشوف بعيوني إذا كنتي عم تكذب علي والله لحتى أوصه وما رح اتردد أبدا يلا حكيلي كنتي رايحة لتشوفي ميران؟ يلا شعوبيني يا ريان ليش؟ فكرتك رح تفهم نحنا اتطلقنا وأنا قلتلك بكفي بقى لا تلحق واحدة ما عاد بدي اياك فهمت؟ فهمت أنه انتهت علاقتنا؟ لا عاد تجي لهون مرة تانية أنا ما عاد بدي شوفا فهمت؟ رايان خانوم، فهمت عليكي أنا رح روح من هون ماشي موسيقى 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 اشتركوا في القناة